بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة الثانية قضية التسمية والتصنيف في التربية الخاصة نتناول الدرس الثاني تعريف بقضية التسمية والتصنيف طبعا ظهرت قضية التسمية والتصنيف الأطفال ذوي الإعاقة نتيجة الآثار السلبية والإيجابية المترتبة على تسمية التصنيف الأطفال ذوي الإعاقة حيث يذكر المؤيدين لقضية التسمية والتصنيف عدد من الفوائد في حين يذكر المعارضون لقضية التسمية والتصنيف عدد من المساوة أو الضرر المترتب على تلك القضية طبعا هنا يتبين لمدى اهتمام المختصين في التربية الخاصة والآباء والأمهات والعلاقة بهذا الموضوع وذلك بسبب ردود الأفعال المتباينة حول هذه القضية وخاصة الاتجاهات السلبية أو الإيجابية المترتبة على إجراءات التسمية والتصنيف قلنا أن المؤيدين لإجراءات تسمية التصنيف يذكرون عدد من الفوائد وأيضا المعارضين يذكرون عددا آخر من المساوة المترتبة على تلك الإجراءات ولهذا اعتبرت إجراءات تسمية التصنيف لأطفال غير أو الذوي الإعاقة أو عدم تسميتهم وتصنيفهم قضية رئيسية في ميدان التربية الخاصة وقد أثارت قضية التسمية والتصنيف جدلا واسعا في كثير من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية بين المهتمين والمختصين وذلك بسبب وجود أطفال الأقليات في المجتمع الأمريكي مثلا التي يسهل تسمية وتصنيفها وفقا لمعايير الاختبارات المصممة لصالح البيض في المجتمع الأمريكي أيضا غير أنها غير عادلة وظهرت هناك عدد من المشكلات تتعلق بهذه القضية وذكرها عدد من الباحثين لو انتقلنا الآن نتكلم عن إيجابيات قضية التسمية والتصنيف طبعا ذكر الباحثون عدد من هذه الإيجابيات موجود أمامنا بعضا منها تساعد إجراء التسمية والتصنيف إلى توفير الدعم المالي اللازم لكل فئة من فئات التربية الخاصة حسب القوانين العامة أو المحلية وخاصة تلك القوانين العامة مثل قانون التربية لكل أطفال معوقين رقم 94 على 142 وهذا يشترط توفر الدعم المالي للمركز أو الولاية التي يوجد فيها ذوي الإعاقة بحسب فئة وحسب درجة الإعاقة أيضا تساعد إجراء التسمية والتصنيف على توفير طرق للاتصال بين المختصين في مجال ما من مجالات التربية الخاصة وتشكيل الجمعيات ذات العلاقة والتعنى بفئة من فئات التربية الخاصة أيضا تساعد إجراء التسمية والتصنيف على توجيه الأطفال ذوي الإعاقة إلى المراكز والمؤسسات الخاصة لكل فئة من فئات التربية الخاصة أيضا تساعد إجراء التسمية والتصنيف المختصين على إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة وتوفير أدوات وأساليب القياس والتشخيص المناسب لكل فئة من فئات التربية الخاصة أيضا تساعد إجراء التسمية والتصنيف في توجيه الرأي العام إلى الأطفال ذوي الإعاقة أو أي فئة من فئات الأطفال ذوي الإعاقة وخاصة من حيث أهميتها ومظاهرها وبرامج الوقاية منها ودعم تلك الفئات ماديا ومعنويا ومما يدلل على ذلك ظهور جمعيات الأطفال ذوي الإعاقة وهي من الجمعيات معروفة في كثير من بلدان العالم لو انتقلنا أيضا لنكمل هذه الإيجابيات تساعد إجراء التسمية والتصنيف على إصدار القوانين الخاصة بكل فئة من فئات التربية الخاصة ويدلل على ذلك ظهور الكثير من القوانين المعروفة في العالم تهتم بذوي الإعاقة أيضا تساعد إجراءات التسمية والتصنيف في إعداد البرامج التعليمية والتربوية وأساليب التدريس الخاصة بكل فئة من فئات التربية الخاصة وخاصة إعداد الخطة التربوية والتعليمية الفردية للمعذوي الإعاقة العقلية مثلا على سبيل المثال نكتب لكل فرد في كل فئة خطة التربوية والتعليمية الفردية الخاصة به كما نتبع أساليب تدريس مناسبة لكل فئة حيث تتبع أساليب تعليم القراءة والكتابة لذوي الإعاقة البصرية بطرق الخاصة بهم وكذلك لغة الإشارة بجلد الأصابع لذوي الإعاقة السمعية الصم يعني بالتحديد أيضا تساعد إجراءات التسمية والتصنيف إلى إعداد الكوادر المؤهل لكل فئة من فئات التربية الخاصة حاصلين على شهادات بكالوريس مثلا تساعد إجراءات التسمية والتصنيف إلى إنجاح برامج الدمج الأكاديمي كما تساعد على إنجاح برامج التأهيل بشكل عام وبرامج التأهيل المهني بشكل خاص لو انتقلنا الآن نتكلم عن بعض سلبيات قضية التسمية والتصنيف نقول أنها تعمل على وصم الفرد بصفة ما يعني مثلا تبقى هذه الصفة ملازمة له طوال حياته يترتب عليها ظهور مشكلات للفرد والإعاقة تتعلق مفهوم الذات لديه حيث ينظر إلى هذا الفرد وهو أيضا ينظر إلى نفسه على أنه أقل من غيره وأنه أقل قبولا من قبل الآخرين وخاصة ممنهم في مثل عمره الزمن يترتب على ذلك ظهور مشكلات في سلوك التكيف خاصة مع الذات ومع الآخرين كالخجل والقلق والخوف والإحباط أيضا تعمل إجراءات التسمية والتصنيف على صعوبة قبول الآباء والأمهات لتلك التسمية المتعلقة بأبنائهم وكذلك تعمل على صعوبة قبول المعلمين والمعلمات لأيضا مسميات المتعلقة بهؤلاء الأطفال وأيضا تقبل الطلبة للطفل ذوي الإعاقة في المدرسة العادية كما تعمل إجراءات التسمية والتصنيف على صعوبة تكيف الفرد في الحياة العام والحياة الاجتماعية بشكل عام أيضا تعمل إجراءات التسمية والتصنيف على تشويش المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بذوي الإعاقة لداء الرأي العام فمثلا على سبيل المثال يخلط كثير من الأفراد بين مصطلح الطفل ذوي الإعاقة العقلية ومصطلح الطفل المريض عقليا أو نفسيا مثلا أيضا تعمل إجراءات التسمية والتصنيف على عزل الطفل المعاق عن المجتمع بسبب إعاقته وحماية للمجتمع من ذلك الطفل ذوي الإعاقة مثلا يعزل في مركز أو مؤسس الإقامة الكاملة وهذه كانت سائدة فيما مضى حتى في الوقت الحاضر الآن موجودة في كثير المجتمعات ويترتب على كل ذلك تقليل فرصة تعليمية أمام الطفل ذوي الإعاقة أيضا تعمل إجراءات التسمية والتصنيف على تعزيز نظرية الانحراف الاجتماعي هذه النظرية ينظر فيها إلى الإعاقة على أنها انحراف عن معايير المجتمع السوي أيضا تعمل إجراءات التسمية والتصنيف على إلغاء دور التفاعل الاجتماعي بين الفرد وبيئته أو ما يسمى بالاتجاه البيئي والذي ينظر إلى الإعاقة على أنها نتاج للعوامل الاجتماعية لو انتقلنا الآن ونتكلم عن الدراسات المتعلقة بقضية التسمية والتصنيف يجد الدارس لموضوع قضية التسمية والتصنيف للأطفال ذوي الإعاقة العديد من الدراسات المنشورة في كتب ومجلات التربية الخاصة ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلى دراسات مؤيدة لقضية التسمية والتصنيف وأخرى معارضة لتلك القضية لو انتقلنا الآن وتكلمنا عن واقع قضية التسمية والتصنيف في الوطن العربي طبعا أثارت قضية التسمية والتصنيف للأطفال ذوي الإعاقة في الوطن العربي جدل النقاش حول إيجابيات وسلبيات تلك القضية بين المختصين والمهتمين في أوساط التربية الخاصة وخاصة الأثار المترتبة على تلك القضية مثلا استخدام مصطلح الإعاقة أو المعاق أو ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة